ايه هي اسباب خشونة الرجبة زي ما جلدنا بيكرمش مع تقدم السن وشعرنا ببيض برضو الغضروف المبطن لسطح الرجبة بيحصل له تآكل وضعف وبيفقد صمكه في اسباب بتخلي الموضوع دوت اسرع على رأسها هي زيادة الوزن لان دوت كل ده بيكون تحميه على الرجبة خاصة في السيدات او ممكن لو فيه تقاوص في الساقين لان دوت بيخلي التحميل على جزء اكتر من جزء او ممكن لو حصل اصابات سابقة للرجبة زي الكسور او حصل فيه قطح في الغضروف الهلالي او اصابات للاربطة بتاعت الرجبة او في بعض الامراض الروماتيزمية بتسرع تآكل السطح المفصل ومن الاسباب برضو طبعا العمل الوراسية اغلب الدراسات لقيت ان فيه عمل وراسي في خشونة الرجبة اكتر طبعا شكوى هو الالم الالم دوت بيكون متزايد في الاول بيحصل مع المش المسافات طويلة او مع طلوع ونزول السلم ومع تطور المرض الالم دوت ممكن يحصل حتى استقل راحة وممكن يؤثر على نوم العيان ويؤثر على نشاط اليوم التاعه المريض برضو ايضا بيعاني من تورم في الرجبة وارتشاح وده بيروحه ييجي على حسب النشاط بتاع المرض المريض ايضا بيشتكي من ارتشاح في الرجبة وده بيروحه ييجي مع المجهود وممكن يشتكي برضو من ست رقعة مع الحركة ولو الخشونة بقى الدرجة عالية ممكن يحصل تشوه في السقين ولو المريض عنده عوجاج بسيط ممكن مع الوقت يلاحظ ان العوجاج ده تبتدى يسيد ترجمة نانسي قنقر